قريبا سيتم الإعلان على الحصان الأسود لهواتف شركة أوبو الرائدة حيث ظهر اليوم تسريب أو تسريبات جديدة يظهر مواصفات ثلاثة هواتف ضمن الجيل الجديد من سلسلة الفاين إكس وهي ثلاثة هواتف الفاين إكس ستة والفاين إكس ستة برو بنسختين أو بمعالجين لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على أهم المواصفات أو التسريبات الموجودة حاليا ولكن قبل ذلك دعمونا بلايك للفيديو لتحفزنا على تقديم المزيد أولا ما زال هناك شكوك حول تصميم الهواتف حيث في كل مرة يظهر تصميم جديد لذلك لن نتكلم على تصميم الهواتف إلى أن يتم الإعلان عليها رسميا ثانيا نبدأ بالشاشة فالثلاث الهواتف سيأتون بشاشة من نوع أمولد حيث أن الإصدار الأقوى الأوبو فاين إكس ستة برو سيأتي بشاشة من سامسونج الجيل السادس بحجم كبير 6.82 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز بينما سيأتي الإصدار العادي الفاين إكس ستة بشاشة بحجم أقل 6.74 إنش بمعدل تحديث 120 هرتز وأما حول عتاد الهواتف فإن هاتف الفاين إكس ستة سيأتي بمعالج سناب دراجون ثامانية بلاس الجيل الأول والذي ما زال يعد من أقوى المعالجات الموجودة حاليا بينما هاتف الفاين إكس ستة برو سيأتي بنسختين أو معالجين فنسخة تأتي بمعالج سناب دراجون ثامانية الجيل الثاني معالج غني على التعريف ومن أقوى المعالجات الرائدة حاليا أيضا الهاتف سيأتي بمعالج آخر وهو الدامان سيتي تسع له مئتين معالج قوي أيضا رح يقدم لك تجربة آداء قوية وسيأتي بذاكرة وصول عشوائية من نوع Albi DDR5X مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 فائقة السرعة وبالنسبة لبطارية الهواتف الأخ الأكبر من هذه السلسلة الفاين إكس ستة برو سيأتي ببطارية بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط بينما أخوه الأصغر الفاين إكس ستة سيأتي ببطارية بحجم 4200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 واط مع دعمه للشحن اللاسلكي بقوة 30 واط أيضا جميع الهواتف ستدعم معيار الـ IP68 ستون لمقاومة الماء والغبار كما ركزت شركة أوبو بشكل كبير على الكاميرات ورح يكون من أفضل الهواتف من ناحية التصوير فجميع الهواتف الثلاثة سيأتون بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل ولكن لكل هاتف لديه مستشعر مختلف على الهاتف الآخر فهاتف الفايند X6 Pro نسخة سناب دراجون سيأتي بحساس سوني الرائد IMX989 بحجم 1 إنش وهو نفس الحساس الموجود في هاتفي شاومي 12 اس إليترا والفيفو X90 بينما الكاميرا الثانية والثالثة سيأتون بحساس IMX290 أيضا نسخة معالج دامين سيتي ستأتي بحساس IMX290 لجميع العدسات الثلاثة وأما هاتف الفايند X6 العادي سيأتي بحساس IMX290 للكاميرا الرئيسية بينما كاميرا التصوير الواسع ستأتي بحساس من سامسونج الـ GN1 وكاميرا الماكرو ستأتي بحساس IMX763 أيضا الهواتف الثلاثة ستكون مزودة بمستشعر الطوف 3D وأكيد أن الكاميرات ستأتي بمميزات الهيز بلايد أيضا ستكون مدعومة بشريحة الماري سيليكون لمعالجة الصور بشكل أفضل وأما كاميرا السيفي ستأتي بدقة 32 ميجابيكسل وفي الأخير تبقى هذه مجرد تسريبات إلى أن يتم الإعلان عليه رسميا في هذا الشهر صراحة هذه السلسلة ستكون مميزة من أوبو خاصة من ناحية الكاميرا حيث ركزت عليها أوبو بشكل كبير وإلى حد الآن لا يوجد شيء على أسعار الهواتف وفي الأخير ما رأيكم بالهواتف؟ وهل ستكون منافسة لباقية الهواتف الرائدة؟ رجع أن شاركنا رأيكم في تعليقات دونتم في رعاية الله وحفظه